كنت عاوز أسأل طالما نتكلم عن قصة السقوط وعلاج الخطيئة فشو اللي صار لآدم وحوى يعني في الجنة اللي حصل إنه 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 آدم رب وصاه وقاله من جميع شجر الجنة تأكل أما شجرة معرفة الخير والشرى التي في وسط الجنة لا تأكل يوم أن تأكل منها موتا تموت دي وصية الرب وعلى فكرة كان الشجرة مش تفاحة برضو ده ثقافة خاطئة مكتوبة الشجرة التي في وسط الجنة يبقى نقبلها الشجرة في وسط الجنة فلما بعدين جه حوى وبعدين الشيطان أغواها وهي أعطت رجلها في أكل فحصل السقوط السقوط هو عدم حفظ وصية الله وبالسقوط حصل انفصال عن الله لأنه يوم تأكل منها موتا تموت الموت هنا هو الانفصال عن قداسة الله لأن الله القدوس كان له شركة مع آدم وحوى لكن لما حصل السقوط حصل الموت اللي هو الانفصال الروحي إلى ما بين آدم وما بين الله فبناء عليه لما آدم وحوى أدركا أنهما عريانان أنهما عريانان خاطى لأنفسهما مآزر من ورقتهن وده لغاية النهاردة كثيرون يخيط أوراقتين كثيرون بيتكلوا على الأعمال الصالحة على البر الزاتي على التصدق على الفقراء على بناء معابد وأماكن للعبادة بيروحوا يمشوا ويروحوا رحلات حج عشان يمشوا كتير هذه كلها أوراقتين أوراقتين لن تستر العورة التي سببتها الخطيئة لأن الشمس تشرق فتذبل هذه الأورا خلاص تيبس ورح تتساقط بالزبط فالعورية ظل عريا الخطيئة تظل خطيئة عشان كده حل الإنسان اللي ابتدعوا آدم وحوة فشل لأنه خزي عار خوف خطيئة عسيان كله كان في الجنة طب من ناحية تاني كيف الرب أظهر النعمة والمحبة والخلاص والفداء كل هاي الاستلحات اللي هي من ضمن الغفران في تكوين ثلاثة بيجاوبنا على كل هذا يا خنزار ونلاحظ كلمة صانعة مش خلقة الأول خلقة الله هنا صانعة وكلمة صانعة يعني كان في حاجة الرب أخذها منها هنا بيقول صانعة لهما أقمصة من جلد وألبسهما إيه هو الجلد؟ جلد حيوانات ما فيش كان جلود غير جلود الحيوانات طب هل آدم وحوة كانوا بيأكلوا حيوانات كانوا بيأكلوا لحمة لما الرب خلقهم لا قال لهم طعامكم هذه الأشجار المثمرة كلها الإنسان بدأ يأكل لحمة بعد الطوفان بس قبل كده فكانت الحيوانات موجودة عشان يأخذ منها جلد كان لابد من ذبح هذه الحيوانات وصنع الرب لهم أقمصة من جلد وألبسهما وده أول إشارة لغفران الخطيئة عن طريق الذبيحة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر